اشتركوا في القناة 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 كما أن منهم من بني أمية خيار الصحابة منهم صناديد الكفر منهم أبو جهل ومنهم الوليد ابن المغيرة والده سيدنا خالد الذي سماه القرآن الوحيد زرني ومن خلقته وحيدا أغمان ترأمو نيوم بيو ينيني نوانكو بادة نقا مرمو بصحابة نابا قربة تقام بيه أبا قاتل يوب السلام نابتو عالم ماسو نأتي كسايدين دلا مرمو إلا ناوالي أبا جيمو بصابا جيمو مرمو إلا ناوالي أبو جهل ومن يوب رجي نمبامو وليدي بن مغيرة ويو الله سبحانه وتعالى ويوغي لكو مقرآن ذرني ومن خلقته وحيدا ويوغي لكو نتو دانا يوغي لكو مصوري سيدنا معاوية ولد رضي الله عنه قبل بأسة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعشري سنين معاوية يوغي لكو تمسينا نعطي وغلامو يزالي بوا ننبي صلى الله عليه قبل بيثة قبل البيثة قبل الهجرة قبل الهجرة ننبي تنبا كسينكو سينو كواما ويسينا كواما واسلم عام الفتي في سنة سا نسانcho هو وابوه ومو ومسجينا معاوية كتوقي ويسينا مقا وموة وغنت ونبتسينا ييني نماما ويتاتا وفاميليو نمcock أسرة سيدنا معاوية أسرة عظيمة كان أبو سفيان زعيم قريش أصبح أبو سفيان زعيما لمكة ولقريش بعد وفاة أبي طالب وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أبو سفيان هو الذي حمل لواء الحرب ضد رسول الله وضد الإسلام إلى المدينة أبو سفيانيون نجت القافلة التجارية ولم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذهبت إلى مكة فخرج أبو جهل زعيم قريش بجيش من مكة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصر على أن يبقى عند ماء بدر بئر في الطريق بين مكة والمدينة أن يبقى فيها سلاسة أيام يشربون الخمور ويضربون الدفوف بجيش أبو سفيانيون أبو سفيانيون أبو سفيانيون طورة الأنفال كما سمى الله القرآن بالأفقان تبرك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا